واشهد أن لا إله إلا الله وعنه لا شريك له له الملك وله الحمد واشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وخير الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وشكره على نعمه الكثيرة التي لا تعبد ولا تمسى فإن من نعم الله تعالى علينا أن وفقنا لسيام شهر رمضان وقيامه فنسأل الله القبول لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين إباد الله ما عجمل الحسنة تتبأها الحسرة وما أهسن الطاعة تعقبها الطاعة وما عجمل الإهسان يتلوه الإهسان والمعروف يعقبه المعروف والخير يتلوه الخير يقول الله تعالى والذين اهتدوا ذادهم هدى وآتاهم تقواهم يقول ابن كسير رحمه الله أي والذين قصدوا الحداية وفقهم الله لها فهداهم إليها وسبتهم عليها وذادهم منها وآتاهم تقواهم أي ألهمهم رشدهم ويقول القرطب في تفسير قوله تعالى ويزيد الله الذين احتدوا هدى أي ويسبت الله المؤمنين على الهدى ويزيدهم في النصرة وينزل من الآيات ما يكون سببا الزيادة اليقين مجاوزات لهم فيا أيها المؤمنون الذين وفقكم الله تعالى للسيام والقيام وعمل الطاة والبعد عن المعاسف والسيئات في رمضان حافظوا على طاعاتكم واستمروا على قرباتكم وواصلوا عباداتكم لربكم أزوجل حتى يأتيكم العجل كما قال تعالى وَأْبُرْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَكِينَ أي الموت وإذا كان رمضان شهر السيام والقيام والذكر وفراعة القرآن والصدقات وأعمال الخير فإنه يحسن بالمسلم أن يحافظ على أعمال الطاعات في سائر الأيام السنة وإن من متابعة الأأمال السالحة بعد رمضان سيام ستة أيام من شوال فما قال عليه الصلاة والسلام من سامى رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كانت سيام الدهر ومن السيام المسنون أيضا سيام أيام الدين من كل شهر وهي الثالث عشرة والرابع عشرة والخامس عشرة وفي الهديث عن ربي ذر الغفاء ربي الله أرهوه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر الثلاثة أيام الدين ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ومن السنة أيضا سيام الإثنين والخميث لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومها فصيل أن ذلك فقال فصيل أن ذلك فقال إن الأمال العباد تُعرض يوم الإثنين ويوم الخميث وفي رواية وأحب أن نعرض عملي وأن شائم وأفضل السيام التقوى سيام داوج عليه الصلاة كان يصوم يوما ويفطر يوما وفي الحديث عن أبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب السيام إلى الله سيام داوج كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب السلاة إلى الله سلاة داوج كان ينام نصف الليل ويقوم صلوسه وينام صلوسه وهكذا يجد المسلم أن عبادة السيام موجودة على مدار السنة ولكن الله تعالى جعل سيام رمضان فريدا على المسلمين على المسلمين كل عام وجعل باقي السيام مسنونة لتبقى هذه العبادة العظيمة مستمرة وباقية لراغ بيها على بدار العام فعلى المسلم أن يهافذ على السيام المسنون حتى ينال العجر والسواب من رب العالمين يقول تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نهنوا عولياؤكم في الهياة الدنيا وفي الآخرة ونقل فيها ما تشتهي أوفصكم ونقل فيها ما تدعون عباد الله ومن متابعة الآمال السالحة بعد رمضان من سيام وقيام وسدفات وذكر وقراءة للكرآن ونحوها من الطاعات وآمال البر وإن من متابعة الآمال السالحة بعد رمضان بالإضافة إلى سيام السنن المحافظة على السلوات المسلونة ومنها السنن الرواتف وآكدها ركعتان الفجر التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها ومن السلوات المسلونة سلاة الوتري وثلاة الليل وسلاة الضحى وفي صحيح البخاري رحمه الله النبي قريرة رضي الله أنه قال أوساني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث سيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وفي الهديث عن أبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك كيام الليل فعلى المسلم أن يحافظ على السلوات المسلونة لأن الله عز وجل يقمن بها ما نقص من الفريد كما أن من متابعة الأعمال السالحة بعد رمضان المحافظة على تلاوة القرآن الكريم بتدبر وتفكر والمحافظة على الأذكار المشروعة الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أذكار السباة والمساء وأذكار النوم والذكر عند دخول المسجد وإند الخروج منه وإند الأكل والشرب وغيرها من الأذكار المشروعة ومن متابعة الأعمال السالحة بعد رمضان الحرص على بذل الصدقات ومساعدة المحتاجين وإخراج الزكاة الواجبة ودفعها لمتهكيها عند حلولها فاتقوا الله عباد الله وصلوا وسلموا على من بعصه الله رحمة للعالمين اللهم صلِّ وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اردى عن خلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإهسان إلى يوم الدين واردى اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق المسلمين للعودة إلى دينك القويم اللهم أسله قادتهم وعلماءهم وشبابهم ونساءهم اللهم وفق ولي عمرنا لما تحب وتردى واعينه على البر والتقوى واعيئ له البطانة الشالحة يا رب العالمين اللهم عات نفوسنا تقوها وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الحدى والسدادة اللهم إنا نسألك الحدى والتقى والأفاق والغنى فبنا تكبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم فبنا ظلمنا أو خسنا وإن لم تقفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فبنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وإنا عذابنا عباد الله إن الله يبر بالأجل والإحساب وإيتاء ذي القربة ويناء عن الفراشاء والمنتب والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الأزيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يذلكم ونذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون